تستاثر قضية المرأة في الخطاب العربي بمساحة واسعة من النقاش والجدل بين التيارات الفكرية والسياسية غير أنه لا يزال الوضع الذي تعيشه المرأة العربية محل تجاذبات على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة بكل المجالات إلا أن اشترار نزعة الأعراب الجاهلية لا زالت حاضرة عند كثير من العرب إلى يومنا هذا المرأة في يومها العالمي تعيش المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية وتتحمل أعباء جزء كبير مما يعصف بالمجتمعات بشكل عام لكنها في ذات الوقت تبحث عن دور يليق بها فعاشت بين البحث عن الحرية المطلقة بعيدا عن كل القيود وبين المطالبة بالحقوق الأساسية موجات العنف وحالات الطلاق التي تتعرض لها المرأة في الدول العربية أصبحت شائعة ومألوفة فإن متوسط حالات الطلاق الشهرية تصل إلى نحو ثمانية آلاف حالة في العراق مثلا فضلا عن عشرات النساء التي يترملن كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة ما يضطر تلك النسوة إلى الانخراط في سوق العمل لإعالة أطفالهم أما مخيمات النزوح التي تقبع فيها عشرات الآلاف من النسوة التي يتعرضن لشتى أنواع الإهانات اللفظية والنفسية والضرب بحسب تقارير محلية ودولية فهي بحد ذاتها سجون كبيرة تمارس فيها الانتهاكات يوميا وبشكل ممنهج اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أشارت في اليوم العالمي للمرأة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وتزايد حالات الطلاق وتعرضهن إلى الانتهاكات الصارخة والاغتيال والخطف والاتجار بالبشر من قبل الميليشيات والأحزاب الفاسدة ما يعرض في وسائل الإعلام جزء يسير لما تتعرض له المرأة في الدول العربية من سلب لحقوقها وحرياتها التي منحها الإسلام إياها فصارت تبحث عنها في الغرب لعلها تجد ضالتها بعد أن خذلتها الأنظمة العربية